طيب العمل خلاص قارب على الانتهاء انت مع الناس ايه؟ انت بقى دلوقتي بتتحرك والناس بتقول ايه؟ شوفي من ضمن الحاجات اللي هو ما يعني لو ما لمستيش النجاح في الشارع احنا عايشين اجواء لا تتخيليها من الجمال والفرق احلى تعليقات قولي تعليقات السوشيال ميديا تعليقات الناس احلى تعليقات في السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هو لما دلال قالت لكارم وشوئي فالأكشنات بتاعتهم يعني ده انت تلاتي اكتر مننا يعني الشيطان اكتر مننا تعليقات برضو اللي على السوشيال دايما انها بقت العيلة دي رمز للعيلة السيئة فلا واحد بيخطب واحدة بيقولها ده انا يعني تعالي ده انا عيلتي جميلة اوي ومحطين صور عيلة فتح الله اه اه يعني معناها كده العس النهار ده برضو بعد ما قتلت بلال الشامة فيا يا كارم يا كارم اجلي هاتنا جعفر يلحقنا يعني انا وشوئي عاوزين جعفر يلحقنا من الشيطانة دي اه منها هي لسا منها هي اه شخصيا طبعا التعليقات بقى الجميلة جدا ان هي بتاعت كل السوبر ماركتات وكل البرندات عاملة خصم 50% كل مصر ما عاد عيلة فتح الله يعني يعني اللي هو تمنى عيلة فتح الله انا اكلمت منذر قلت له يعني لحلويات هنأكل يا ابني ولا كحك انتم متعقبين يعني لبن حتمسوا رفعين ايدي يعني عيلة فتح الله متعقبة من مصر كلها ده غير بقى طول الوقت يعني مثلا انت كان عندك مشهد بتاع خلويس لما يعني قلت له لما بعدت حد يقتله بعدين كان هو كانت المعركة اللي بينه ومعينه فبقول له خلويس يعني طول الوقت طبعا بياخدوا حاجات من المشاهد اللي حصلت وطول ما احنا ماشيين فالفرحة يعني مفيش مكبر كواليس محمد رمضان التعامل معاكم وان تو وان عامل ازاي جميل جدا 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 ما عندوش قد ان انت بتخش معا اللي واحد مش نجم نهائي هو شخص بسيط جدا بيتعامل مع اي حد كما لو كان هو بيعمل مشهد يعني انا واخد دور كبير انا شوفته بيتعامل مع الناس اللي جاي تعمل مشهد بنفس الطريقة زمايل بيحاول دايما يضيف بيحاول دايما يوجه عاوزين نطلع المشاهد وزي ما بقولك كده كان الكواليس بتاعت المسلسل كلها كانت من اجمل ما يمكن عشان كده ده ظهر على الشاشة اكيد اخر كلمة من كارم للجمهور من كارم للجمهور بص كده في الكاميرا اقول الجمهور حاجة عاوز تتوب توب اه يعني ارجوكو سامحوا عالد فتح الله يعني في النهاية هو اتعامل فيها كتير ويا رسالة اهم حاجة طبعا في الموضوع كله ان بلاش الغضب حاول تتحكم في غضبك يعني ما تفجرش اذا خصمت يعني لازم تتحكم في الغضب عشان الغضب من الحاجة تتاجد اخر كلمة تقولها الجعفر العمدة بعد المشهد ده مش هنسكت احنا في النهاية فاضل حلقتين ومش هنسكت برضه حنفضل نناكش فيه برضه شوي انا ما عرفكش كفية علاية كده الليلة ممكن تقول ليلي تقدر خلينا طيبين وحلوين